هنا بقصر الأمم أن دولتي دارت على مدار ثلاثة أيام حضر فيها قناصل وصفراء من الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية الجزائرية من مختلف دول العالم تنولت أو ركزت على الدبلوماسية الاقتصادية وكيفية ترقية الاقتصاد الوطني في الخارج وتمثيله أو ترويج له عبر دول العالم الأشغال لا تزال مستمرة إلى غاية اللحظة بجلسة مغلقة الجلسة الأخيرة المغلقة يمكن قبل قراءة التوصيات والكلمة الختامية لوزير الخارجية رمطان العمامرة الجلسة المغلقة الآن يشرف عليها كل من وزير الفلاحة ووزير التجارة وللمزيد من التفاصيل حول هذه الندوة يحضر معنا سفير الجزائر في الصين حسن ربحي أهلا بك سيدي أهلا وسهلا سيدي اليوم اختتام الندوة التي أشرف عليها رئيس الجمهورية من أجل يمكن ترقية الدبلوماسية الاقتصادية من أجل بعث الاقتصاد الوطني في الخارج يمكن ما هي خارطة طريقة وتوصيات التي ستسفر عن هذه الندوة أولا اليوم تختتم أشغال جلسات رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وختامها إن شاء الله ميسك لما ستقول إليه هذه الجلسات من قرارات وتوصيات من شأنها تمكين رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية في أدائهم الدبلوماسي من التعاطي مع المستجدات سواء تلك التي تعرفها منطقتنا أو المستجدات على المستوى الدولي هي جلسات جاءت بإعاز من سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وهي سنة حميدة إذ مكنت كل الذين حضروا أشغالها من تبادل الأراء والأفكار حول أجد السبل من أجل أن تظل الدبلوماسية داعمة أولاً للاقتصاد الوطني ومن أجل أن تظل كذلك الدبلوماسية الجزائرية والأداء الخارجي لرؤساء البعثات الدبلوماسية يخدم المصلحة الوطنية وكذلك من شأنه أن يستطمر في كل ما يرتبط بتعزيزي الجزائر على المستوى الجهوي والدولي نعم سيد ربحي أنتم مؤخراً سفيراً لدولة الصين الدولة التي يمكن يولي رئيس الجمهورية بها اهتمام لتوطيد العلاقات من جميعنا وحخاصة العلاقات الاقتصادية اليوم يمكن ما هو تركيز على جانب أي نوع من الصناعات من الاقتصاد الذي سيربط الجزائر بالصين الصين هو شريك تاريخي واستراتيجي لكون أن الصين كانت أولاً من أولى الدول التي اعترفت بالجزائر حتى قبل استقلالها وهو البلد الذي كذلك رافق الجزائر في مصاره التنموي وهو البلد كذلك الذي ارتقت معه العلاقات إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتمت إرادة صادقة من قبل المسؤولين في البلدين من أجل مزيد الارتقاء بهذه العلاقات بما يخدم مصلحة البلدين وبما يعكس طبيعة هذه العلاقة القائمة على أولاً التوافق يعني بشأن الكثير من المسائل الدولية والجهوية وهي العلاقة كذلك القائمة على فلسفة رابح رابح وهي العلاقات كذلك القائمة على الاحترام المتبادل نحن متفائلون غاية التفاؤل بشأن مستقبل هذه العلاقات التي بحول الله ستعرف تطوراً أكثر وأكبر بما يخدم ما تتوقع الجانبين الجزائري والصيني يمكن ما هي أهم القطاعات لحزت ستركز عليها والله أكاد أقول أن كل القطاعات معنية بالتعاون فيما بين الجزائر والصين لكون أن هذه العلاقات أولاً لها طابع شامل وطابع استراتيجي وهو الأمر الذي يجعل الجانبان يولون اهتمام بكل قطاعات التنمية وهي التنمية التي خصصت لها هذه الجلسات قسطاً هاماً من المداولات وتبادل الأفكار وأود بهذه المناسبة أن أشكر كل الذين ساهموا في الإشراف على هذه الجلسات يعني من مسؤولين سامين من درجة وزراء ومن مسؤولين لقطاعات هامة سمحت لنا من خلال هذا التفاعل والوجود المشترك من مثل ما قلت تبادل الأراء وكذلك تصحيح يعني بعض الأفكار بما يخدم إن شاء الله المصلحة القادمة ويجعل الدبلوماسية تخدم طموح الجزائر في الانتقال إلى مرحلة نوعية جديدة تتكافأ ومنظور سيادة الرئيس في تعزيز كل الشروط من أجل بعث جزائر جديدة إن شاء الله اليوم قضايا يمكن تشترك فيها الجزائر أو مواقف تشترك فيها الجزائر مع الصين خاصة ما تعلق بالقضايا يمكن العادلة اليوم كيف سيكون التعاون بين الجزائر والصيف لإنصاف مثل هذه القضايا أولا هناك سنة تشاور قائمة بين الجزائر والصين وهي سنة التشاور التي ساهمت في تعزيز مواقف البلدان وكذلك في تحقيق الكثير من الإنجازات سواء على مستوى المحافل الدولية أو في الإطار التنائي لعلك سيدتي على علم بأن الجزائر كانت لها مساهمة أساسية في السبعينات في تمكين الصين من إعادة مقعدها بالأمم المتحدة والصين كذلك كان لها دور أساسي في تأييد الثورة الجزائرية من أجل الاستقلال إذ اعترفت بالجزائر عندما تم إقامة الحكومة المؤقتة الجزائرية المهم اليوم هناك الكثير من المسائل المطروحة على مستوى المحافل الدولية خاصة فيما يرتبط بجدول أعمال الأمم المتحدة وهناك مشاورات قائمة بين البلدين الهدف منها هو دائما العمل على تعزيز الأمن والاستقرار وكذلك تهيئة كل الشروط التي بإمكانها أن ينعم العالم يعني بالأمن والأمان والإزدهار يمكن سؤال أخير سيد حسن رابحي كنتم قبل تعينيكم سفير للصين كان لكم منصب نائب الأمين العام للجامعة العربية الجامعة العربية التي ستنعقد شهر مارس المقبل في الجزائر يمكن ما هي أهم الملفات التي ستتداول في ظل القضايا الراهنة هو صحيح أن الجزائر ستحتضن القمة العربية القادمة والتي من المعلوم أنها ستكون مقرونة بشهر مارس القادم البسائل المدرجة أو التي ستدرج في جدول الأعمال إلى اليوم يعني لم يتم التصريح عنها لكن ما هو معروف أن هناك مسائل قارة يعني في جدول الأعمال كأن مثلا نتكلم عن القضية الفلسطينية مثلا أو الأمن القومي العربي أو مسألة إصلاح منظومة جامعة الدول العربية من خلال إعادة النظر في ميثاقها المهم يعني نحن على يقين بأن القمة على غرار كل القمم التي عقدت في الجزائر ستكون قمة قمة دات نتائج يعني سامية سواء تعلق الأمر بتعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية أو فيما يرتبط بالسلوك المنتظر من قبل الدول العربية فيما يرتبط بالتحديات المفروضة عليها سواء في الجانب الأمني أو الجانب السياسي أو الاقتصادي وستكون قمة يعني الإصلاحات خاصة تلك المرتبطة بمنظومة جامعة الدول العربية المهم التصور إيجابي وبناء وكل الدول العربية تنظر إلى هذه القمة على أنها إن شاء الله ستكون نتائجها يعني خير على الأمة العربية يعني في أمنها وكذلك في تهيئة الظروف التي إن شاء الله ستضمن التنمية الدائمة يعني لشعوب المنطق شكراً يا الله يبرك شكراً لك إذن كان معنا سفير الجزائر في الصين ونائب سابق للأمين العام للجامعة العربية حسن ربحي نتتواصل هذه الندوة بجلسات مغلقة وبعدها قراءة التوصيات والإعلان عن مخرجات هذه الندوة لتليها بعدها كلمة لوزير الشؤون الخارجية هذا ما لدينا إلى غاية اللحظة زميلة زهور عودة لك شكراً لك أمين بن أبي على كل ما قدمته لنا نتوقف